اشتركوا في القناة مثل الشركة التونسية الكهرباء والغاز الشركة الاستغلال وتوزيع المياه مؤسسات الضمان الاجتماعي والاكنام وغيرها من المرافق الضرورية او من حيث تعزيز الجانب الامني بالمنطقة فلا يمكن الحديث عن تنمية بدون امن معزز بالعدد والعتاد او من حيث العمل على النهوض بالجانب الفلاحي في المنطقة وخاصة انصاف البحارة من خلال سيانة وتجديد الميناء البحر او من حيث كذلك العمل على احداث منطقة صناعية وحرفية كذلك لابد من توفير البنية التحتية لانجاح جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية يمكننا كذلك ان نقول لابد من التسريع في مشروع تغطية المنطقة البلدية بمثال التهيئة العمرانية وحالة كل المشاكل المتعلقة بذلك وخاصة نشر قيام الديمقراطية والحوكم الرشيدة لمكافحة الفساد والمحسوبية شباب ملولش نحن على وعي كامل بما عشناه من تهميش ومعاناة لتحصيل ابسط مستلزمات العيش الكريم هذا الشباب الذي يفتكروا الى المراكز والفضاءات الجديدة للانشطة الرياضية والترفيهية وخاصة القاعة الرياضية للالعاب الفردية والجماعية ونحن نعرف ان شباب ملولش يحصد الكثير من الميداليات سواء في التظاهرات المحلية او حتى على المستوى العالمي وعندنا كثير من الشباب الذين جناوا العديد من الميداليات سواء من الذهبية او في اكبر التظاهرات العالمية هذا الشباب لابد له من قاعة العاب فردية وجمعية خاصة ما تحمله منطقة ملولش من تاريخ كبير على مستوى رياضة كورتلياد خاصة في الاخير كونوا في الموعد من اجل استعادة الامل في حياة افضل بمدينتنا وارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون في مستوى ثقتكم وتطلعاتكم والسلام